يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة مهمة جدا جدا وهي مهارة المشترك الزواجي سواء المشترك في المساحات المشتركة او المشترك في الاهداف المشترك وقلنا لكم شوية نصايح لكي نكون أصحاب هذه المهارة المهارة دي بتوفر علينا متاعب كتيرة في الحياة زوجية احنا أكتر لأوقات بنستهين بالمهارة دي وبنعتبر ان احنا فاهمين بعضه والمهارة دي هاتيكي كده مش محتاجين ان احنا نأكد عليها الحقيقة لا مفيش مهارة كده الانسان بيولد بيها دي مهارة محتاجة تدريب ومحتاجة ان احنا نهتم بيها ونركز عليها لان هي في الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها له بيحس بالوسع وبالبركة وبالنور وبالقدرة على تجاوز اشياء كتير من الناس وقعوا فيها وتوحلوا فيها ولكن هو بيستطيع ان هو ينقو من كل هذه التحديات بمهارة صناعة المشترك الزواجي يا رب اجعل القلوبنا مؤتلفة دائما واجعل لنا مدد من مددك واجعل لنا عون من عونك واجعلنا من اهل التيسير وافتح لنا ابواب المحبة وابواب الالفة برحمتك وبركتك وودك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في مودة ورحمة وسكينة على الدوام يا رب العالمين واجعلنا في مودة ورحمة وسكينة واجعلنا في مودة ورحمة وسكينة